طعن مسؤول الإسماعيلي على قرار لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي للعبة المتعلق بتجميد استخراج البطاقات المواقعة للمحترفين التونسي فراس الشواط والغاني ياء وأنور تمهيدا لإيجاد حل المشكلة والسماح لهم باللعب للحفاظ على المستقبلهم القاروي حرص رياض الإسماعيلية أمس تقديم واجب العزاء في والد عبدالله السعيد نجم بيراميدز والمنتخب الوطني في مقدمتهم حمزة الجمل ومحمد حمص والحكم الدول الأسبق حسين علي موسى وغاب زملاء اللاعب عن الحضور من القاهرة لسوء حالة التقس باستثناء أحمد فتحي صديق العمر والملاعب ينتظر باهر المحمدي وعمر الوحش وعبد الرحمن ماجدي وباسم مرسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي صرفوا مستحقاتهم المالية بناء على وعد المسؤولين بالنادي لهم من قبل استلامها منذ أسبوعين رفض مجلس الإسماعيلي تنظيم عسكر مغلق للفريق الأول لكرة القدم خارج الإقليم أثناء فترة توقف مسابقة الدوري بسبب الأزمة المالية على أن تستبدل بالتدريبات اليومية والمبارتين الوديتين 6 و7 نوفمبر المقبلين بالإسماعيلية